نحن الآن في الطريق الذي اتخذه المسافرين معبرا متجها من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات إلى المحافظات المحررة كما تشاهدون الآن في هذه الطريق مسافرين يقومون باتجاه إلى محافظة الضالع إلى محافظات أخرى أيضا ينقل عبر هذه الطريق الأدوات عبر الحمير وكذلك ينقل أيضا كبار السن والنساء والأطفال عبر هذه الطريق التي اتخذها المسافرون بعد أن قطعت ميليشيات الحوثي الطريق الرابط بين محافظة إب وبين محافظة الظالع وبين مدينة دامت ومنطقة موريس نلتقي هنا بأحد رجال الجيش الوطني الذين يقومون بحماية هذه الطريق لماذا لجأ المسافرون القادمون من جميع المحافظات إلى هذه الطريق؟ والله يعانون يعني قطع الخطب في يعيس يعني قطعوا الطريق فجروا الجسور ولغموا الجسور والآن الجسور مهددت إلى هدم يهدمون ميليشيات الحوثي شكرا إذن كما سمعتم ميليشيات الحوثي تستمر بقطع الطريق ومع استمرارها في قطع الطريق تستمر معاناة المواطنين في هذه المنطقة محمد مريسي قناة بلقيس من شمال محافظة الظالع